عقلية الجمهور المصري دايماً بتفكر في تحقيق اللقب وإن كان أنت على مستوى الاستفادة لا أنا متفق فعلاً أن أنت على مستوى الاستفادة القصة آه طبعاً تحقيق اللقب عربياً مهم جداً خصوصاً أن البطولة خدت الطبع التنافسي عند الجمهور العربي ولكن مهم جداً أن أنت بتجرب لاعبين اللاعب زي أحمد رفعت لازم تقف عنده لاعب بيقدر يكتسب شخصية بينزل بيكون مؤثر بيكون حاسم أعتقد أنه هو لاعب ممكن تشوفه على الأقل على دكة البدلاء في المباراتين بتوع التصفيات بتلعب مدارس مختلفة الأردن مختلفة تماماً عن السودان مختلفة تماماً وكمان فيه تدرج ده لمسناه بشكل كبير جداً في المباريات فكل ده كان كيروش محتاجه كيروش مدرب جاء أنا بشوف لحد فترة ما كنت مشفق على كيروش الراجل جاء عنده التصفيات اللي كان بيلعبها وصل للمرحلة أن هي تصفيات كاس عالم خب بيدخل تصفيات كاس عالم لم يكن يتاح لي أن يلعب كل ده يجرب القاعدة الكبيرة دي ويبدأ يختار بشكل كبير ده إحنا مستفدين منه ده المنتخب حينعكس عليه بإيجابيات وزي ما بقول إذا كان بعض المنتخبات ناقصها لعبين مؤسرين فأيضاً منتخب مصر أنا ما زلت بقى أكرر لا رأسه لعبين مؤسرين جداً يكفي أن صلاح إحنا بنحط يا جماعة صلاح راجل مصنف حالياً من أفضل سبع لعبين على مستوى العالم بما أنه هو السابع بتاع التصنيف فما نقدرش ننكر أن حتى لو هو لاعب فقط فهو لاعب مؤسر بشكل كبير جداً